السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كفيدين فاميلي اليوم ان شاء الله سنشترك معكم الفيديو اللي طلبتوا مني طلبتوا فيديو مستقل بجميع التفاصيل دي الخميرة البلدية سمحوا لي اتعطلت عليكم شوية ونمشيوا باش نبدأوا الفيديو ان شاء الله المقادير اللي غنحتاجوا باش نحضروا الخميرة البلدية هي دقيق وماء فقط يعني ما كنحتاجوه سنزيدو شي حاجة اخرى انا غنزيد شوية دي العسل فقط باش كنسرع شوية يعني العملية وتقدرو العسل تعودوه اما بالتمر او بزبيب او بالشريحة يعني انا كنفضل نطحنها نطحن شريحة او تمرة يعني تمرة واحدة شريحة واحدة او زبيب يعني نفضل اننا نطحنو عاد نخلطو مع هاد دقيق كيف شفتو معايا غضا استعمل كاس ديال الدقيق الكامل وكاس ديال ما يعني نفس القياس ديال ما هو نفس القياس ديال الدقيق الكتاب اللي كنت انا اخذت منه لوفا اه ناتيوغيل اه هادك ما استعملش هو العسل استعمل غي اه الدقيق الكامل والماء فقط سافي غضا نخلطو هاد الخليط كامل وغضا نوضعو في واحد القننة اللي تكون مغصولة مزيان وتكون نقية اه بالنسبة الاخوات اللي في المغرب تأكدو من مصدر ديال الدقيق يعني ضروري اه يعني تاخدو القمح والطحنوه اه باش تكونوا متأكدين من اه يعني ما تكونش في شي اضافات وبالنسبة الاخوات اللي هنا اه اللي ياخدو اه يمشو المغازا بيو على الاقل يعني المرة اللولة ياخدو الفارين اه تيب سان ساكنت يعني تكون مكتوب عليها الفارين دوبلي سان ساكنت راح كيكون فيها النخالة وهي يعني كيستق بها اه ويقراو يعني في ما تكون حتى شي اضافات هي نورمال مو الا كنتكتوبة فيها بيو اه ما كتكونش غالبا ما كيكون حتى شي اضافات سافي كيف شفتو معايا يعني غي خلط مزيان هاد اه التقيق وشوية اني معلقة صغيرة ديالعسل والما غدا نوضعوها هنا في هاد القنينة هادي هاد الولا هاد القرعاء هادي غدا تكون مغصولة مزيان ومنشفة مزيان نكونوا متأكدين بانها نقية نغسلوها اما بالخل اما بالمطيب اه او نغليوها ونمسحوها مزيان وغدا نوضعو فيها هاد الخالط هاد وغدا نخليوه حتى اليوم التاني اه ضروري 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 البنات اللي بقين ما جربوش الخميرة البلدية ضروري تشربوها وغدا تعتمدوها ان شاء الله بهالطريقة هادي ما كيجيش الريحة ديالها خيبة اه كيجي الريحة ديالها زوين بالعكس مني كنكون كنطيبه الخبز كتعطي منه واحدة الريحة اه زوينة بزاف والخميرة الاخرى اه اه الخبز ديالها كي نشف هادي الخبز ديالها كيبقى كيصبر كيبقى زوين ولماذا قحته هو كيكون زوين وعادة باش انا اه كتعرفوا بان اللبلي يعني بزاف ديال الحبوب عندهم في القشرة اللي كيمنع لنا امتصاص المعادين اللي كتوفر عليها اه مثلا اللبلي ولا العدس ولا الحماص يعني هاد شي كله اخصنا ضروري كنا ارقدوه والطريقة باش كن يعني كنستفدو من هاد من المعادين اللي كتكون في البلي هي ان انا كنستعملو الخميرة البلدية اما بالنسبة للحبوب الاخرى فضروري ما كنرقدوها يعني على الاقرب عشرين ساعد كنطيبوها باش كي اه هادك المعادين كتتحرر من اه كتتحرر او كالجسم ديالنا كيستفد منها وكيمتصها وعادة باش كنتفدو المشاكل ديال الغازات والانتفاخ ديال البطن والمشكل اه يعني ديال امساك ما كيبقاش يعني اه سبحان الله هاد الخميرة عندها فوائد كتيرة كتيرة مبغيش نكتر عليكم كترت البلا بلا اه نتمنى ان شاء الله يعني اه غيب غيت غين نحاول نقنعكم باش يعني اللي بقي ما جربعاش يجربها وغدا تشوفو حتى الجودة بزاف ديال الناس ما تايقينش بان الخبز ديال الخميرة البلدية كي تنفخ وكي يجيزوين اه سبحان الله غيجربو غيزعمو جربو باعت المرض كيحكمو على الحاجة بلا ما يجربو كيف شفتو معايا يعني استعملت اه يعني ثلاثة ديال المغارف ديال الدقيق الكامل والقليل من الماء يعني لو بغيتو تعبرو ممكن تعبرو ثلاثة ديال المعالق يعني دائما تضيفو نفس القدر ديال الدقيق نفسه هو ديال الماء سفي هذا اليوم الثاني غدا ننسد القرعة وغدا نخلي حتى اليوم الثالث وغدا نعود نفس العملية كيف شفتو يعني اليوم الثاني موقع حتى شي اه تطور يعني ما باقى الخميرة ما ما خمراتش باقي ما يعني للبلدية باقى ما وجدتش ما عادي لكن عندكم يعني الدار سخونة بزاف فربما ما نعرف كيف اللي كيقول بانا كت انا بعدها المهم انا اليوم الثاني ما كتوجدش لي يعني خاصني ضروري يعني حتى اليوم الثالث كيف شفتو معايا هنا اليوم الثالث تطور بتكيبان صافي شفتو هادوك الفوقعات انا حاولت من فيلمي لكم اه انقرب لكم الكاميرا باش يبال لكم صافي هنا التفاعل بدك يوقع وبالنسبة لي هنا الخميرة اه باقى يعني باقى الجهد ديالها قليل باقى ما وجدتش يعني باقي ما نعجنوش بيها باش اه الخبز ديالنا يستق من نهار اللول وننزعمو يعني نبقى ونستعملوها الى عجلنا بها دبا ما غداش تطلع علينا مزيان هنا كيف شفتو معايا نفس الشي يعني وضع ثلاثة ديال مغارف ديال الدقيق والقليل من الماء وغدا نحركها مزيان وغدا نخليها تاني ليلة اخرى حتى اليوم الرابع وتاني وغدا نعود نفس العملية انا ديك المرة كنت شرحتها اه ما كنتش وريتكم يعني اه لانا كانت عندي واجدة ما بغيتش نعود عود تاني نحضرها ولكن هاد المرة كنت غدا عند الاخت ديالي وقلت ارى يا غدا نصور لكم الفيديو وفي نفس الوقت غدا نديها ان شاء الله الاختي ونعجن لها بها غدا نتشارك معاكم الفيديو الجاي اه 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 يعني من اللي اديتها لعند اختي وعجنت لها بها وصفحتها هي ردبار عجنات وصفت ليا الصور صفحتها هي دبار ان شاء الله الحمد لله انها بدت كتستعملها اه بالنسبة الاخوات اللي كي يقولوا لا ضروري خاصنا يعني من اللي توجد الخميرة سافي غير توجد عجنه بها اللي بغيته انا جربت عجنت بها يعني دقيق اه يعني سميدة الحرشة يعني اللي بغيتو عجنوبها عجنوبها يعني ما سبحان الله غيت صدق لكم يعني كيف ما كيشمي والفرنسيين اه غيستق لكم اللي بغيتو ديك الساعة غي ما تقطعوهش اهنا صافي اه اليوم الرابع صافي شفتوا التطور اه بدك يوقع خميرة دي باسات هادك العلمة اللي 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 علمناها انا علمتا غير لقبلكم بشي بليكم اه تطور سمحوا لي انا حي تشده بايد وكنحل اه القرعة بايد صافي هنا نفس الشيء غدا نوضع اه يعني نفس اه الكمية ديال الدقيق الكمية ديال الدقيق لا تهم يعني على حسب انتموش بغيتوا واحد الكمية كبيرة ديال اه ديال الخميرة او للا بحل بالنسبة الكتاب اللي كنت انا يا قريس كان هو كان استعمال 50 جرام ديال دقيق و 50 جرام ديال ما باش بده بهم يعني الكمية على حسب شحل بغيتو يعني اه توجد عندكم ديال الخميرة من من بعد وما انا كنفضل ونضيف واحد الكيمية كبيرة وكيف واعدتكم ان شاء الله قد نشترك معكم يعني ديغوثات من هادك الكتاب اه اللي غوثات اللي تشاركت معكم لحد الان يعني دي غوثات اللي انا يعني شخصيا كان حضرتو مغيي على الله وني طلبتو مني انا نعبرهم راني عبرتليكم اه دابا ان شاء الله بما انا كنت تشاركت معكم واحد البوست وبغيتو قلت لكم مش بغيتو ديغوثات من الكتاب ان شاء الله غدا نشاركه معكم كاملين اه باذني الله صافي هنا وصلنا اليوم اه السادس هادا هو اليوم الاخير صافي غدا نضيف لها هنا دقيق شوفتو صافي خمرات شوفتو كيفاش كت اه هي سبحان الله فادي بكتغي حيين شوفتو كيفاش كت اه يعني دوك الفوقعات الداخل انا غنضيف لها دابا يعني شوية ديال دقيق وشوية ديال ما صافي دابا كتكون تقريبا وجدات وفي اليوم اه هادا ان شاء الله غدا نهزة كيف كتلكم وغدا نديها الاخت ديالي اه في اليوم يعني الثاني غدا نعجن بيها ولا صيب لازتو لها هاد دقيق في الصباح يعني في العشية تقدرو تعجنو بيها يعني في اليوم السابع سافي غدا نعجن بيها هنا تقدرو تعجنو بيها هاد النهار يعني اليوم السادس سافي تعجنو بيها وتخليو العجينة تخمر ثلاثة تسوية على الاقل ولما كانش عندكم يعني الوقت بنهار تقدرو تعجنو بيها في الليل وتخليوها حتى الغد هي في صراحة اه يعني دبخي الوليف غو الله اعلم كل ما خلينا العجينة ترتاح كل ما كنستفدو منها اكتر هانتو ما دبانا وصلت عند اختي هنا يا شوف كيفاش وصلت اهني وصلت في اليوم السابع سافي ها هي وجدات دبان ان شاء الله غدا نعجن بيها هاد الليلة هادي وغاد باش ميجي ناش الفيديو طويل بزاف غدا نتشارك معكم الفيديو الجاي ان شاء الله يعني عجنت بيها بطبوط مجاة رائع جدا تمنى ان شاء الله يكون هادا الفيديو يعني استفتم منه ويكون اه واضح و الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة